فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقد دلت الآية على أن الذين كانوا من قبل استمتعوا وخاضوا وهؤلاء فعلوا مثل أولئك هذا هو التشبه لأن موضوع الكتاب في اقتضاء الصراط مخالفة مخالفة أصحاب الجحيم أصحاب الجحيم خاضوا في عقيدتهم وخاضوا في شهواتهم الدنيوية فكان في هذه الأمة من يفعل ذلك ويتشبه بهم خضتم كالذي خاضوا الكافل التشبيه فيكون من خاض في العقيدة فيه شبه من هؤلاء ومن خاض في الشهوات فيه شبه من هؤلاء